السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام إخواني أخواتي من كل مكان دمتم بألف ألف خير في هذا الفيديو سوف نتحدث عن حجر الأوبال الأثيوبي إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وراجع الدروس السابقة في قوائم التشغيل الأحجار الكريمة أو الكهرمان أو معلومات عن البخور أو ما تشاء وأهلاً وسهلاً بكم ولا تنسوا مشاركة المحتوى على فيسبوك على واتس أب على مواقع تواصل الاجتماعي لتعوم الفائدة على الجميع للمهتمين دمتم بألف خير الأوبال الإثيوبي يعد من أكثر الأحجار بالنسبة للأوبال وبالأنواع الأوبال جودة لتنوعه الكبير في الألوان كانت أستراليا القوى المهيمة في سوق الأوبال لأكثر من مئة عام خلال ذلك الوقت تم استخراج ما يصل إلى 95% من إنتاج الأوبال العالمي في أستراليا اليوم إثيوبيا في طريقها لتصبح بالمرتبة الثانية في سوق الأوبال وضع اكتشاف أول منجم للأوبال في إثيوبيا عام 1994 في مصاف الدول التي يستخرج منها الأوبال وأعقب ذلك اكتشافات مهمة في عامي 2008 و2013 ويستخرج الأوبال متميز المظهر ذو ألوان متعددة من إثيوبيا بما يشمل الأوبال الناري والأوبال الأسود في مجموعة متنوعة من الألماط والألوان الأوبال الاثيوبي ليس جميلا فحسب بل سعره أقل من الأوبال ذو الجودة المماثلة من أستراليا لذلك يقبل الكثيرين على شراء الأوبال الاثيوبي بالإسم وبدون أن تتفق شركة تعدين كبرى أو علامة تجارية لمجهرات ملايين الدولارات للترويج لها يعني بدون أن يتم ترويج له له أصبح ذو شعبية هائلة هذه الشعبية مدفوعة بجمال الأوبال الاثيوبي وأسعاره المناسبة وأما عن خصائصه ومعلومات خاصة عنه اسم الحجر أوبال إثيوبي أوبال ويلو أوبال الهيدروفان الصيغة الكيميائية SIO2 NH2O التركيب المعدني سيليكا مهدرجة الصلادة من 6 درجات من 5 درجات فصلة 5 5.5 إلى 6 درجات بمقياس موس الألوان الأسود والأزرق والأحمر والبرتقالي والأصفر هذه الألوان الأساسية والإنعكاس تراهب بجميع الألوان البريق شمعي الشفافية من شفاف إلى شبه شفاف إلى معتم الكثافة 2.09 الانكسار محاري متباين البنية الكريستالية غير متبلور بدأ استخراج الأوبال الثمين في إثيوبيا واستخدامه في أسواق الأحجار الكريمة والمجوهرات منذ عام 1994 نشأ هذا الأوبال من اكتشاف تم إجرائه في منطقة تسمى أو تدعى مينز جيشي في الجزء الشمالي من مقاطعة شيوة يتواجد الأوبال في هذه المنطقة في مجموعة واسعة من الألوان الكثير من الأوبال لون بني وأحمر وبرتقالي ومع ذلك تم العثور على الألوان الأوبال الأصفر والأبيض والشفاف هناك تم العثور على الأوبال في محافظة شيوة في الصخور النارية الطبقية مثل الريولايت والتوف والإنجين برايت عادة ما يسمى هذا الأوبال أوبال شيوة أو أوبال ميزوزو نسبة إلى منطقته الأصلية المحلية تم الاكتشاف بالنسبة للأوبال الأهم في إثيوبيا عام 2008 بالقرب من بلدة ويجل تينا في محافظة أو مقاطعة ويلو في الجزء الشمالي من البلاد يحتوي هذا الأوبال المهم على وميض حيوي في لون الجسم واضح أو لونه أبيض أو أصفر أو برتقالي أو بني ويعد أكثر جودة من أوبال شمال شيوة سرعان ما أصبحت هذه الأحجار معروفة في التجارة باسم أوبال ويلو يتم استخراج الكثير من الأوبال من منطقة واحدة من الصخور البركانية الطبقية يكون المكمن الرئيسي عبارة عن إنجرا بيريت إقاعي إفليتي يصل سمكه إلى متر واحد ويعلو قاعدة من الصلصال من المحتمل أن يكون الأوبال قد تشكل كمياه حاملة للسيليكا تراكمت فوق الصلصال غير النفاذ تم ترسيب جل السيليكا في مسام المسامات المتحولة ثم تم تحويله لاحقا إلى أوبال سبحان الخالق يتم حفر الأنفاق الأفقية القصيرة لتعدين الأوبال أو استخراجه والتنقب عنه ويعد التعدين تحت الأرض في إثيوبيا عملا خطرا للغاية نظرا لأن جهاز إنجرمبيتي عادة أو غالبا ما يكون مكسورا وقابلا للتفتيت ولزجا رديئا بسبب القدرة المالية يمكن تتبع خط التماس على طول جدران الوادي الذي يتم فيه تنقيب حيث يتم تعدينه ولكن نطاقه الجغرافي في الكامل غير معروف لأن الطبق الحامل للأوبال مغطى بما يصل إلى 350 مترا من الرواسب البركانية الطبقية ومع ذلك قد يمتد المكمن المكان أو المسار الذي يتم استخراج منه الأوبال على مدى عدة كيلومترات ويمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا للأوبال عالي الجودة تم العثور على منجم ثالث للأوبال في إثيوبيا في عام 2013 في مقاطعة وولو ولكن على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال منطقة ويجلتينا الكثير من الأوبال في هذا المكمن أو هذا المكان له لون جسم رمادي شفاف إلى أسود ويتواجد في خط التماس معدني التماس في سلسلة واسعة من الصخور البركانية الطبقية يصل سمكها إلى 60 سنتيمتر وتقع على قمة الطين غير نافذ كما أن هذا الترسيب غير محدد جيدا ولكن يمكن تتبع خط التماس على طول جدران الوادي شديدة الإنحدار يتم التعدين الحالي عن طريق الأنفاق الأفقية المحفورة في نتو الألماس على صفوح التلال شديدة الإنحدار أما عن أوبال ويلو النار الثمين الكثير من الأوبال المستخرج من مقاطعة ويلو أو وولو له لون جسم برتقالي أو أصفر أو أحمر يندرج لون الحجر البرتقالي أو الأصفر أو المحمر في تعريف الأوبال الناري الأوبال الإثيوبي ذو اللون البرتقالي له لون جذاب ومميز وإذا تم وضعه في الضوء يومض بين اللون الأخضر والأرجواني وهو مثال على جمال العقيق أو الأوبال الإثيوبي هذا النوع من الأوبال يستخرج على نحو الرئيسي من مقاطعة ويلو وهو شفاف ويتم قطعه بشكل شفاف أو على شكل حباء أو كابوشون أو حجر متعدد الأوجه لإظهار جماله وتألق ألوانه أما عن أوبال الهيدروفان الإثيوبي يصنف أوبال الهيدروفان من العديد من الأوبال المستخرج في إثيوبيا وخاصة من رواسب ويلو وهذا المسمى يستخدم للأوبال المسامي الذي يكون لديه القدرة على امتصاص الماء غالبا ما يصاحبه تغيير اللون أو الشفافية عند امتصاص الماء عادة ما يكون لهذا الأوبال ثقل نوعي أقل من الأنواع الأخرى من الأوبال بسبب مسامته يمكن لبعض هذا الأوبال امتصاص كمية كافية من الماء لينتاج زيادة في الوزن تصل إلى 15% من وزن الحجر تتسبب مسام أوبال الهيدروفان الإثيوبي أحيانا في حدوث تأثيرات تتعلق بالمتانة يمكن أن يؤدي امتصاص الماء إلى التشقق تشقق الحجر أو الخرزة وبسبب ذلك يجب على أصحاب الأوبال المسامي أو من يمتلكونه تجنب غمره في الماء الأوبال لا يمتص الماء على الفور قد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى يمتص العقيق كمية كبيرة من الماء وتخرج المياه من أوبال الهيدروفان إذا سمح له بالجفاف ويمكن أن يستغرق ذلك بضعة أيام لبضعة أسابيع بعد تبخر المياه سيكون للأوبال نفس الشكل والخصائص قبل امتصاص الماء أما عن صبغ الأوبال الإثيوبي من السهل صبغ الأوبال الإثيوبي مثل أوبال الهيدروفان لأن مسامه تمتص السوائل بشكل طبيعي يمكن للخبراء الذين يعرفون خصائص الأوبال التعرف على الأنواع أو على الأوبال المصبوخ بمجرد النظر إليه عند استخدام لون شائن في صبغته ومع ذلك في حالة استخدام الصبغة ذات الألوان الطفيفة يتم الكشف عنها بالفحص المجهري أو عن طريق قطع الأوبال لمعرفة ما إذا كان اللون المستخدم في الصبغة يتركز بالقرب من السطح أو أنه داخلي يطلب كبار المشترين قطع الأوبال والمجورات من البائعين تقديم عينات من الأوبال الخام عند إجراء عمليات الشراء الكبيرة يتم استخدام العينات للاختبار والمقارنة للتأكد من عدم إضافة صبغة لها يمكن أن تؤدي التحسينات اللونية إلى زيادة قابلية الأوبال للتسويق وسعره إذا لم تكن واضحة أو تم الكشف عنها يعني صبغ الأوبال بشكل جيد أما إذا كان المشتري يريد لونا طبيعيا من الأوبال فيجب الفحص للتأكد من أن اللون طبيعي وطبيعي وليس صبغة تغيير لون الأوبال الاثيوبي بالدخان تعريض الأوبال للغازات يتم من خلال تعريضه لدخان يحتوي جزيئات دقيقة جدا في الهواء أو الغاز يمكن لجزيئات الغاز الدقيقة أن تدخل مسام الأوبال والتغيير لونه يمكن إجراء معالجة الدخان عن طريق لف الأوبال بالورق وتسخينه إلى درجة حرارة تؤدي إلى حرقه فبهذا تطلق الورقة المشتعلة جزيئات دقيقة من السخام الأسود أو الدخان الأسود التي تدخل مسام الأوبال وتجعل لونه أغمق ويتناقض لون الجسم الداكن مع لون الأوبال مما يجعله يبدو أقوى وأكثر وضوحا يمكن اكتشاف الدخان أحيانا من خلال البحث عن جزيئات السخام الأسود أثناء الفحص المجهري والتكبيري غالبا ما يمكن رؤيته بشكل فردي يعني نادر جدا أو بتركيزات على طول الكسور الدقيقة داخل الأوبال الاختبارات المعملية مثل المطيافية رامان لديها القدرة على الكشف على ما إذا تعرض الأوبال للمعالجة بالدخان لأنه يمكن أن يكتشف الكربون بداخل الخرزة أو الحجر والذي عادة ما يكون غائبا في الأوبال ذو الأصل البركاني أما عن تغيير لون الأوبال بالحمض يتم معالجة الأوبال بالحمض عن طريق نقعه لبضعة أيام في محلول دافئ من ماء السكر ثم غمر الأوبال في حمض الكبريتيك يؤكسد الحمض السكر في مسام الأوبال وينتج جزيئات الكربون والبقعة الداكنة وبهذا يضفي أو يغمق لون الجسم الرمادي أو الأسود أو البني في الأوبال مثل علاج الدخان يمكن اكتشافه عن طريق الفحص المجهري أو عن طريق الاختبارات المعملية للكربون يتوقع عن تزداد شعبية الأوبال لثيوبي أكثر فأكثر فقد أصبح أكثر وضوحة في سوق الأحجار الكريمة والمجورات وأصبح له جمهورة لدراية بها ويطلبه بالاسم ويتميز بألوانه الجذابة حيث يوجد في مجموعة متنوعة من الألوان الأساسية الشفافة إلى الشبه الشفافة مع الألوان الزاهية في مجموعة متنوعة من الأنماط وأما عن سعر الأوبال فيتراوح سعره للقيراط الواحد بعد السقل ما بين واحد دولار إلى مئة دولار حسب جمالية القطعة وندرتها أما بالنسبة للخام فيتراوح سعره ما بين مئة دولار إلى ألف دولار للكيلو حسب أصنافه وأنواعه وحسب حجمه وجماليتها وهذا والأسعار متغيرة ربما تنخفض وربما ترتفع هذا حسب السوق العالمي وحسب الاهتمام العالمي لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المحتوى مع الجميع وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي لتعوم الفائد على الجميع إن شاء الله ولا تنسى متابعتي في فيسبوك دكتور أبو جاسم لنوادر المميزة سوف أترك لقطة من الحساب أهلا وسهلا بكم دم تبقى الفخير إلى اللقاء